بسم الله والحمد لله نواصل الكلام في كتاب علوم الروح خامساً الحياة السلمية أصحاب هذا الشكل من الحياة هم كينونات وهويات معزولة ليست من عالمنا الذي هو أكثر كثافة البعد الثالث والغال من هذه الهويات يأتون من أبعاد أخرى وعوالم تشكلت على صورتهم وتشكلت على تصورهم الشيطاني والكثير منهم لا يستطيعون التشكل على هيئة مادية على الأرض والبعد الثلاث فيضطرون إلى خبط والدخول في أجساد إنسية وحياوانية وقهر النفوس الأصلية لهذه الأجساد لاستعمالها كمركبات أي عربات للتنقل والعمل فهم طفيليات تتغذى على الطاقات وأجساد المخلوقات الأخرى من أجل إعطاء هواها ونفوسها الشريرة أو خدمة لأسيادهم وهم على العموم خطر على الروح والنفس والجسد هم خطر على الجن والإنس الذين هم مكلفان نعم مكلفان من الله تعالى بالعبادة فنحن المؤمنون المسلمون أمة واحدة بإنسنا وجننا وهذه الهويات تبتي غالبا من البعد الرابع والله أعلم ومن بين هذه الهويات المتشيطنة لا أقصد العرق بل بعض الأناظر من هذه الأجناس والعرق أقول منهم الزواهث والرمانيون والآن هناك المؤتفكات والليري والسيطة والأسياد المتر ومنهم الوسيفر وعزازي أي الصاطان أو الشيطان والله أعلم وهي أروح شريرة نازلة في الدراكات في البعد الثالث والثاني والأول أروحها منكصرة ومتفتتة والله تعالى هو الواحد الأحد الفرض السمد وليس كما تريد هذه الشياطين من قلب الآية أجعل الله تعالى عز وجل ثالث ثلاثة وإبليس واحد لا هناك ثلاثة أباليسة وهم أكبر هذه الشياطين وهم العقبة الصغرى إبليس الملائكة الوسيفر الحارث والعقبة الوسطى إبليس الجن عزازي والعقبة الكبرى إبليس الإنس قابيل المسيح الدجال والله أعلم وهذا السر المثلث الذي يرسمونه الذي له ثلاث أضلع ومنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أجاءك شيطانك قالت أو معي شيطان قال لكل إنسان قرينا أحدهما من الجن والآخر من الملائكة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وفي المناسك الحج نجد تلك الرموز التي تم تغطيتها الأوباليسكو المسلات الثلاث العقبة الصغرى العقبة الوسطى والعقبة الكبرى هي لهذه الهويات لرجمها سبحان الله رسول الله هدم كل الأصنام التي كانت في مكة يوم فتح مكة وترك إلا هذه الثلاثة لترجم ترجمة نانسي قنقر